أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تسعى لمواصلة تحقيق أهدافها التنموية المنشودة من خلال الاستراتيجيات والبرامج والخطط التي تعمل على تنفيذها وأشار سموه إلى خطة التعافي الاقتصادي وهمية تكاتف الجميع مع جهود تنفيذها من أجل الوصول لأهدافها بما ينعكس على النماء وازدهار الوطن والخير للمواطنين وتحقيق تطلعات ورؤى حظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقال سموه أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومبشرة بالخير من خلال المسارات المختلفة التي يتم العمل عليها وسنوصل جميعا مسيرة البناء والتنمية بكل عزم من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة والتي يأتي في مقدمتها مصلحة الوطن والمواطن جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر الرفاع يوم أمس بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين لدى استقبال سموه عددا من المواطنين من أصحاب المجالس الرمضانية حيث بارك سموه لأصحاب المجالس والحضور بحلول شهر رمضان المبارك مؤكدا سموه على أن هذه اللقاءات في شهر التواصل والتأخي والخير يلمس الجميع فيها أصالة المجتمع البحريني بما يعزز التكامل والتكاتف والتعاضد بين الجميع ضمن الأسرة البحرينية الواحدة وأشار صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات العالمية الماثلة مما الجميع وانعكاس أثارها على الدول والمجتمعات لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التكاتف بروح الفريق الواحد وهذا ما شهدناه من خلال تعامل المملكة خلال تصدي لجائحة فيروس كورونا وخروجها منها بأفضل نتائج والذي نحمد الله جميعا على ما وصلنا إليه من نتائج مؤكدا سموه أن تجاوز أي تحدي مرهون بقوة وإصرار فريق البحرين الواحد وإيمانه بالنجاح في تجاوزه والوصول للهدف المنشود من جانبهم أعرب أصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص على التواصل مع المواطنين في هذا الشهر الكريم والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الأصيلة دعينا الله نحفظ جلالة الملك المفدى والسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء والبحرين وأهلها في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا ترجمة نانسي قنقر